اسم الدرس أوظف مكتسباتي وأقيمها المسألة الأولى أولاً تقاسم أنور ومحمد وسفيان قطعة أرض ألف باء جيم دال في شكل شبه منحرف كما هو مبين على الرسم التالي قيس المساحة الجملية لهذه الأرض بالآر ثمانية وخمسين القطعتان الأولى والثانية متقايستان أخذ أنور القطعة رقم واحد وأخذ محمد القطعة رقم اثنان ونال سفيان القطعة رقم ثلاثة على أن يعوض له كل من أنور ومحمد معاً ثمن المساحة الزائدة التي تحصل عليها كل منهما ذلك بحساب خمسة وأربعين دينار للمتر المربع الواحد قرر سفيان استثمار المبلغ الذي تحصل عليه من أنور ومحمد في بعث مشروع إلا أن هذا المبلغ لم يغطي إلا ثلاثة على خمسة كلفة المشروع فاقترض المبلغ الذي ينقصه من وكالة النهوض بالصناعة بفائز قدره ثمانية في المئة أبحث بطريقتين مختلفتين عن قيس مساحة القطعة التي نالها سفيان الإجابة الطريقة الأولى قيس مساحة القطعة التي نالها سفيان مساحة القطعة التي نالها سفيان تساوي المساحة الجملية لقطعة الأرض إلا مساحة القطعتين الأولى والثانية معاً 5800 متر مربع إلا 150 يساوي 5800 متر مربع إلا 5000 متر مربع يساوي 800 متر مربع الطريقة الثانية قيس القاعدة الكبرى لشبه المنحرف دالجيم تساوي المساحة في اثنان على الارتفاع با جيم إلا القاعدة الصغرى الإفباء 5800 في اثنان على خمسون إلا مئة يساوي 232 إلا مئة يساوي 132 متر ومنه فإن قيس قاعدة القطعة الثالثة يساوي قيس القاعدة الكبرى لشبه المنحرف إلا مئة 132 إلا مئة يساوي 32 متر إذن قيس مزاحة القطعة التي نالها سفيان مثلثة الشكل طول القاعدة في الارتفاع على اثنان 32 في خمسون على اثنان يساوي 800 متر مربع أبحث عن قيمة المبلغ الذي سيدفعه محمد وأنور معا إلى سفيان لتعويض المساحة الإضافية التي حصل عليها الإجابة ثمن الأرض مساحة الأرض في ثمن المتر المربع الواحد 5845 يساوي 261 ألف دينار نصيب كل من الإخوة الثلاثة بالتساوي ثمن الأرض على ثلاثة 261 ألف على ثلاثة يساوي 87 ألف دينار قيمة القطعة التي نالها سفيان مساحة القطعة الثالثة في ثمن المتر المربع الواحد 845 يساوي 36 ألف دينار المبلغ المالي الذي سيدفعه أنور ومحمد معا لسفيان نصيب كل واحد منهم إلا قيمة قطعة الأرض التي نالها سفيان 87 ألف إلا 36 ألف يساوي 51 ألف دينار ما الكلفة الجملية للمشروع الذي يريد سفيان بعثه؟ الإجابة قيمة المشروع المبلغ المالي الذي تحصل عليه من أنور ومحمد في خمسة على ثلاثة 51 ألف في خمسة على ثلاثة يساوي 85 ألف دينار المبلغ المقترز قيمة المشروع إلا المبلغ المالي الذي تحصل عليه من أنور ومحمد 85 ألف إلا 51 ألف يساوي 34 ألف دينار مقدار الفائض المبلغ المقترز في ثمانية في المئة يساوي 34 ألف في ثمانية على مئة يساوي 2720 دينار الكلفة الجملية للمشروع كلفة المشروع مع مقدار الفائض 85 ألف مع 2720 يساوي 87 ألف وسبعمائة وعشرين دينار المسألة الثانية ثانياً بأحد مراكز التكوين المهنية عرضت المدربة على إحدى الفتيات قطعة قماش يتوسطها الشكل الممثل بالرسم المصغر التالي طلبت المدربة من الفتاة رسم شكلين مماثلين ومناظرين له حسب المحورين الأحمرين ثم تطريز الأشكال المتحصل عليها تطرز الفتاة معدل 10 سنتيمتر مربع في حصة تدريب ذات أربع ساعات أتم الرسم المصغر لقطعة القماش الإجابة أحدد المدة الزمنية المستغرقة في تطريز الأشكال الثلاثة الإجابة لمعرفة المدة الزمنية المستغرقة في تطريز الأشكال الثلاثة يجب معرفة المساحة المترزة نلاحظ أن الشكل مركب من مربع في الوسط وأربعة أنصاف دوائر بالتالي عندما نقوم بحساب مساحة الشكل سنعتبر أن الأربعة أنصاف دوائر تساوي دائرتان مساحة الشكل الواحد مساحة المربع مع مساحة الدائرة في عدد الدوائر أربعون في أربعون مع عشرون في عشرون في ثلاثة فاصل أربعة عشر في اثنان يساوي ألف وستمائة مع ألفين وخمسمائة واثنى عشر يساوي أربعة ألاف ومئة واثنى عشر سنتيمتر مربع المساحة المترزة مساحة الشكل الواحد في عدد الأشكال أربعة ألاف ومئة واثنى عشر في ثلاثة يساوي أثنى عشرة ألف وثلاثمائة وستة وثلاثين سنتيمتر مربع المدة الزمنية المستغرقة في تطريز الأشكال الثلاثة المساحة المترزة على عشر سنتيمتر مربع في مدة الحصة التدريبية الواحدة إثنى عشرة ألف وثلاثمائة وستة وثلاثون على عشرة في أربعة يساوي أربعة ألاف وتسعمائة وأربعة وثلاثين فاصل أربعة ساعة يساوي أربعة ألاف وتسعمائة وأربعة وثلاثين ساعة مع صفر فاصل أربعة في ستين دقيقة يساوي أربعة ألاف وتسعمائة وأربعة وثلاثين ساعة وأربعة وعشرين دقيقة أبحث عن مساحة غير المترزة الإجابة انطلاقاً من الرسم أستطيع معرفات أبعاد قطعة القماش والتي هي كالآتي العرض يساوي 40 مع 20 مع 20 مع 20 مع 20 يساوي 120 سنتيمتر الطول يساوي 10 مع 20 مع 40 مع 20 مع 10 في 3 يساوي 300 سنتيمتر مساحة قطعة القماش 300 في 120 يساوي 36 ألف سنتيمتر المساحة غير المترزة مساحة قطعة القماش إلا المساحة المترزة 36 ألف إلا 12 ألف و336 يساوي 23 ألف و664 سنتيمتر مربع ترجمة نانسي قنقر